أفاد مراسل أخبار الآن بقتل ستة من فلول داعش خلال العمليات العسكرية الجارية لملاحقة بقاية تنظيم في جبال حمرين وأطراف الحويجة جنوب غربي كاركوكا مصادر عسكرية عراقية أكدت لمراسل أخبار الآن أن القوات العراقية المشتركة نفذت عملية استباقية في قرى ناحية الزاب ضمن قضاء الحويجة وأسفرت عن قتل ستة من داعش أعلنت قيادة عمليات الأنبار أن طائرات التحالف الدولي دمرت أربعة أنفاق لفلول داعش جنوبية الرطبة الواقعة إلى الغرب من المحافظة ونقل مراسل أخبار الآن عن مصادر عسكرية عراقية قولها إن حريقا كبيرا اندلع في الأنفاق التي قصفتها طائرات التحالف الدولي في صحراء الرطبة حيث يعتقدوا أن بقايا داعش كانوا يخبئون أسلحة ومتفجرات هناك ترجمة نانسي قنقر